مرحبا بكم اليوم عندنا واحد الوجه جديد ديال المغاربة المسيحيين دكتور عبدالطيف مرحبا بك شكرا دكتور بغينا نعرفه شكونا هو عبدالطيف أنا تست في النواحة مراكش وعلي الدراسة ديالي ابتدائي إعدادي وتناوي قريت في مراكش انت مراكشي اه مراكشي ولما وصلت 18 ساعة 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 أنا كنت في ليسي بن عباد تعرفت على بعض أصدقاء كانوا ملحيدين فاصلت ملحيد وواحد صديقي شجعني باش تمشيوا البلجيكا داكل وقت كان ساهل باش تمشي كان لا فيزالة ولو ما كانت لا فيزالة ولو مشيت لبلجيكا وبديت أن نحضر في البكالورية ايه وتعرفت على واحد الجماعة كانوا تتلقوا في البيوت كانوا شيعيين وكانوا تيجبوا كتوب مننا السفرة الروسية وتيقلك بأنها ما كانت تعشي المشكيل وبأن العمال تمت قريبا عندهم نفس اسمه كلهم بحلو بحلو الحقوق وما كانت استغلال ودك شي قلت وواو عشبك هذا منظر جديد ومشيت يعني يوغوزلافية كانت أسهل دولة شيعية بالنسبة للمغربة ما خاصناش الفيزا فمشيت ندرس في كلية الطب هناك في يوغوزلافية درستي الطب في يوغوزلافية وانت يا شيوعي تبنيت إذك الساعة يعني إذك الساعة قلت صافي هذا هو النظام جديد هذا شي اللي يعجبك بالله ما كان ويعني نظام آخر شحال قلستي تقريبا في يوغوزلافية تقريبا تسع سنين تسع سنين بين اللغة والدراسة أوكي وفي هذه الفترة كاملة ما كان عندك يعني احتشي تساؤلات أو مثلا فاتشي اللي كنتي غادي فيه كان عجبك يعني في الأخير من اللي كملت كي بقيت تنتسائل قلت أنا دبا تنحس بواحد الفراغ داخلي ما ما كنتش فرحان براسيل يعني في يوغوزلافية اللي سقت فيه وطحط في واحد الخطأ هو تشربت مكان رخيص وبدت نشرب باسموه شوية كتير فبدت تنتسائل قلت دبا أنا خلصت لازم نلقى واحد الحل وبقيت تنتسائل قلت أحسن حاجة ناخد لي واحد الفترة دي العام نمشي لبريط سمح لي خلو سألتي القرية دي العالي كملت القرية وخذتي الدكتورة دي العالي قلت للمشي فكرة مزيانة نمشي لأنجلطيرا نقرأ عامة الإنجليزية وذلك الساعة نشوف واش غا ندخل للمغرب ولا نبقى في أوروبا وكي ذلك الساعة نتائي سافي وقلت لأخذتي الدكتورة دي العالي مشيت لبريطانيا وفي بريطانيا شنو شنو رقيت اسميك بديت تسجلت واحد لمدراسة نقرأ الإنجليزية وواحد نار كنت غادي في واحد الشارع وواحد أعطانيا واحد نبزة كثيرة صغيرة على المسيح بديت تنقرأ الشهادة دي الواحد الشخص كان يعني بحالي كانت يشرب وهو كان قاعد أكتر وانت مكنتش في ذاك المرحلة ديالها ويعني الرب الرب ياثوغير حياته علماته يقول قلت واو قلت أنا أنا غادي نجر الرب وأول مرة غادي نمشي الكنيسة كتبت لهم وقلت لهم أنا بنتنتعرف على ناس مسيحيين في بريطانيا في بريطانيا أعطوني العنوان دي الواحد الكنيسة كانت قريبا لي في لندن مشيت كانوا برازيليين برازيليين لكن كانوا يترجموا لي بالإنجليزي فعجبتني العبادة ديالهم وكان عندهم واحد النهارة اجتماع تصالة وكانوا يصلوا من أجل ألمانيا والمغرب مغرب وبدأت يدعيه وذلك الساعة كان الماليك الحسن الثاني كان عيان مريض شوية وكانوا يدعيه معاه باش الله يعطيه صحة ويعطيه حكمة وصلوا من أجل المغرب برازيليين كيصلوا لأجل الماليك ديالنا باش يمره فأنا في الخرب شيت عند واحد قلت له واش من علاقة عندكم انتوا مع المغرب تدعيه مع المغرب قالوا يودي إحنا الإله ديالنا يعني إله تيحب الجامع وحلطا نصل لهم نحل الجامع وهذا كل النهار يعني بحل شي حاجات تغيرات داخلي قلت كيف هاش هاد الناس يعني تيصل لهم لأجل بلادنا ومن اللي خرجت للندن تنشوف الناس ديال الشوارع اللي عايشين والناس اللي في الكنيسة شعب مختلف كيفاش يعني الناس الكنيسة تتلقى ناس أخلاقهم بتبعين تعاليم المسيح والعالم روما عايشين كل واحد عايش على هوه وهذه الفكرة كانت عندي أنا في المغرب اللي نحن تنعرفون النصارى هما الأوروبيين هذو هما النصارى لكن هذا كل نهار أنا اختارفت الفرق لقيت هذا كل الفرق وقلت أنا اليوم فهمت ما معنى مسيحي وهذه بالنسبة لي يمكن غد تكون تجربة أن تبع المسيح ممكن يغير حياتي أغان هضرو على كيفاش ألقيت المسيح في حلقة جاية بقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر